ساريك حار شباب معكم شاركيال شركة كيف جاركين فيديو جديد طي شباب هذا هو الفيديو المنتظر شرح قصة ماب ألفة أوميجا بالكامل أدري تأخرت بس ما كنت أبي يسوي لكم أي شي تسليكي أخدت وكتي وضبطت الأفكار بشكل كويس وجبت لكم فيديو محترم إن شاء الله هذا الفيديو أخد مني فوق الـ 12 ساعة شغل والله أدري ما رح يجيب قد نصف دعم فيديوهات التوب تين أو التوب فايف اللي قاعد يسويها لو هديك توصل لناس أكتر بينما هالفيديوهات فقط للناس المهتمين بالزومبي بس عادي ما يهمني هالشي وعدكم إني أكمل محتوى الزومبي وإن شاء الله رح يكمل عليه بنفس المستوى اللي يعجبكم فأتمنى لكل حاليا يدعم الفيديو بزر اللايك خلي هالفيديو ينتشر قدر الإمكان إن شرع لأصحابك المهتمين بالزومبي خليهم يفهموا القصة بالكامل قبل الماب الجاي اللي رح يكون نهاية القصة إلى الأبد ملاحظة بسيطة الشباب قبل نبدأ الفيديو الراديوهات بهالفيديو كلها مترجمة للعربي وفي شخص الله يعطي العافية ساعدني بشكل جدا كبير بالترجمة اسمها هذا اسمها عن انستجرام وشيكوا بالوصف رح تلاقوا حسابه عن انستجرام فأتمنى تروحوا وتسولوا الفولو وملاحظة ثانية مهمة أول ثمين دقائق من الفيديو ما هي شرح قصة ألفا أوميغا أول ثمين دقائق شرح القصة بالكامل بشكل مختصر للناس اللي ما شفوا الفيديوهات اللي قبل للناس اللي ما شفوا الفيديو اللي مددتها ساعتين اللي شرحت فيه الدائرة وكل شي فاذا انت شايف الفيديوهات اللي قبل كلها وفاهم كل شي صار بالدائرة وببلود اف ذا ديد وكلاسفايد وتبي تبدأ بقصة الماب على طول ما تبي مراجعة لأشياء اللي قبل ابدأ الفيديو بالدقيقة اللي شايفها قدامك حاليا قدم الفيديو لهالدقيقة بس نصيحة شوف أول ثمين دقائق يعني مراجعة للقصة بشكل سريع مشان تعيش الجو أكتر لأنه قصة زومبي معقدة فيبي لها مراجعة أو تفكير بشكل بسيط يعني فيلا خلا نبدأ شخصيات الصغيرة شخصيات برامس عالقانين بدائرة مائلها نهاية بيظلوا يبدوها من اول جديد يوصلوا للنهاية ويرجعوا وعيدوها من اول جديد والمتسبب بها الدائرة هو دكتور مونتي طبعا الدائرة بتبدأ عام 1300 بالمعركة العظمى بعض المعركة العظمى بيختفوا الشخصيات بشكل مجهول وبرجع بيلتقوا مرة تانية بماب أورجنس بالحرب العالمية الاولى والشخصيات كل ما يعيدوا الدائرة بيكونوا فاقدين الزاكرة بشكل كامل فلما يلتقوا بأورجنس ما بيعرفوا بعض مع انهم كانوا مع بعض بالمعركة العظمى وكانوا مع بعض بالدائرة هالأشياء كلها بيرجعوا يعيدوها من اول جديد بس بيكونوا فاقدين الزاكرة فمن أورجنس منروحها ماب The Giant منقتل ركتوفن الكبير بعدين منروح على دير عيسندراخ زيت سبونوشيما غورد كروفي منقتل الشخصيات الكبيرة كلها الباقية منروح اخر شي على البيت بريفليشن بأقارثا وهنيك شادو مان بيطلع من السامنين كي لانو شخصيات شادو في ايفل بيكونوا قتلوا شادو مان وحطوا روحوا بالسامنين كي وركتوفن ايجا قبل نروح على The Giant ايجا على شادو في ايفل اخد السامنين كي وبعدين راح على The Giant فشادو مان بيطلع بأقارثا عند البيت وبيدمر بعض أقارثا بالتامل بعض أقارثا هو البعد المثالي اللي ما فيه اي مشاكل من تحكم دكتور مونتي بشكل كامل فبالنهاية الشخصيات بيقدروا انه يقتلوا الشادو مان وينهوا الأبوثكين من هداك البعد بالنهاية دكتور مونتي بحاول يمحي الشخصيات من وجود يتخلص منهم بس قبل لا يلتقوا مع دكتور مونتي الشخصيات بيكونوا شاربين أنابيب الدم وشربوا أنابيب الدم لانه كتاب الكرونوميوم بيحكي لهم انه لازم تشربوا أنابيب الدم والكتاب مجرد ما حدا يقرأوا بيدلوا على الشيء اللي كويس بالنسبة له اللي لازم يسويوا بيحكيلوا عن مستقبله فشانيك الكتاب حكى لهم لازم يشربوا أنابيب الدم أنابيب الدم هي أنابيب الدم شخصيات ترانزيت وموب آف ده ديد فلانهم شربوا أنابيب الدم دكتور مونتي ما بيقدر يقتلهم ما بيقدر يمحيهم من الوجود فاللي بيعملوا انه بيرجع بعيد فيهم الدائرة من اول وجديد للمعركة العظمى وبعدين أورجينس وبعدين رح يعيدوا الاحداث هاي كلها من اول وجديد وبيضلوا هيك للأبد بس ببلاكوبس 4 ببلاد آف ده ديد تغيرت هالكلام كله وكسرنا الدائرة او طلعنا عن الدائرة بعد جيت سبونوشيما بعد ما قتلنا تاكل كبير شخصيات بالدائرة بشكل طبيعي بيروحوا على بلود آف ده ديد بياخدوا أنابيب دم شخصيات ترانزيت وبيرجعوا على زيت سبونوشيما وبعدين بيروحوا على غورد كروفي بس ببلاكوبس 4 لما الشخصيات راح طعب لود آف ده ديد صار شي هونيكة خلاهم ينحبسوا ببلود آف ده ديد وبالتالي بالأخير طر ركتوفين انه يضحي بحاله ويقتل حاله ببلود آف ده ديد عشان الشخصيات يطلعوا من بلود آف ده ديد لانه كانوا على القانين ببلود آف ده ديد بدائرة مصغرة ظلوا يموتوا ببلود آف ده ديد ويرجعوا يعيشوا كانت كأنها بعد جهنم كان من التحكم الشادو مان فبالنهاية قدروا يطلعوا بعد ما ركتوفين عشان حاله ركتوفين دمه بيحتوي على العنصر وان وان فاي فشكل كبير فعن طريق دخوله بجهاز وسحب دمه قدر يفتح لهم بوابات ويطلعوا من بلود آف ده ديد وهذا الشيء كله اللي صار ببلود آف ده ديد كان من تخطيط الشادو مان ركتوفين المعركة العظمى مو قلنا ركتوفين ببداية الدائرة لما يعيد الدائرة برجع للمعركة العظمى عام 1300 فبشكل الأشكال أحد الركتوفينات بأحد الأبعاد اللي كانت بالمعركة العظمى ببداية الدائرة قدر أنه يطلع ويجعل المستقبل للشخصيات بدائرة بالمستقبل وخطط هالشيء كله ليكسروا الدائرة وبمساعدة ركتوفين اللي موجود بالمختبر اللي هو كمان رح يبدأ الدائرة تابعه في أكثر من ركتوفين إذا تبتعرف التفاصيل كلها أنصحك تشوف الفيديو اللي مدتها ساعة و 40 دقيقة اللي شرحت فيها الكلام كله المهم مختصر كلام ركتوفين بيقتل حاله منكسر أنا بيبدأ بـ Blood of the Dead وبعدين ركتوف المعركة العظمى بيعطي كتاب الكرونوميوم لنيكولاي بيحكي لنيكولاي أنت القائد الجديد للمجموعة أنت لازم تقرأ الكتاب الكتاب بيتغير على حسب قارئه الشخص اللي بيقرأه رح يشوف كلام غير لم يقرأه شخص تاني فبيحكي لنيكولاي أنت لازم تكون قائد الجديد للمجموعة لأنه أنت الوحيد اللي عندك روح نحن بهذا الوقت من الدائرة كنا قاتلين ركتوفن ببعد 22110 ركتوفن صغير وأرسلنا روحه لعن دكتور مونتي قتلنا ديمسي وتاكيو بزيت سبونوشيما ودي رأس اندراح واخدنا روحهم والوحيد اللي ما قتلنا لحد اللحظة بالدائرة لسه ما رحنا غورد كروفي هو نيكولاي فروح نيكولاي لسه لسه معاه مش أن يكون القائد الجديد للمجموعة وركتوفن المعركة العظمى بيحكيله لنيكولاي رح نحتاج روحك للقضاء على دكتور مونتي المهم بيطلعوا من البلد ويروحوا لعند الشخصيات الكبيرة اللي محبوسين بمنطقة غروم ليك أريا 51 المنطقة هاي كانت تحت الحكومة الأمريكية البعد اللي راحوا عليه ما كان في زومبيز وكان من تحت سيطرة الحكومة الأمريكية الشخصيات الكبيرة اللي منشوفهم بكلاسيفايد هم غير الشخصيات الكبيرة اللي أتلناهم قبل هدول الشخصيات نفسهم بالضبط من بلاك أوبس 1 بلاك أوبس 1 لما الشخصيات يكونوا على القمر وريكتوفن يدخل جوه الهرم ويتحكم هو بالزومبيز منفجر كل الأرضية وبعدين بيكون عنا ركتوفن موجود بالإيثر وعنا ماكسس متحكم بالكهربائيات شكل ما وبياخر هذا ماكسس هو نفسه ماكسس اللي ركتوفن غدر فيه اللي يدخلوا بالتليبوتر هو وبنته سامانثا وشغل عليهم التليبوتر هذا هو نفسه ماكسس هدول الشخصيتين بيكونوا موجودين معنا بلاك أوبس 2 بيتواصلوا مع شخصيات ترانزيت كل واحد بيحاول يقنعهم انهم يساعدوا ليزيد تحكموا بالإيثر ويقتل التاني فبالنهاية ماكسس بنتصر وبيقنع شخصيات ترانزيت وماكسس بيودي روح ركتوفن اللي موجودة بالهرم بالإيثر على زومبي على زومبي ركتوفن بس للتوضيح هذا ماكسس من البعد الأصلي وفيه ماكسس من البعد رقم 64 يلي كان مع ركتوفن اللي ركتوفن بأورجنس أخذ مخه ووداه لعند البيت لعند دكتور مونتي وسوى منه هيئة دكتور مونتي بأقارثا فيه 2 ماكسس فنرجع لموضوعنا الشخصيات الكبيرة اللي ميشوفهم بكلاسيفايد هم نفسهم الشخصيات من بلاك أوبس 1 بمون بعد ما صارت الأحداث سايكلها بشكل ما أو بآخر الشخصيات بيعملوا تليبورت لعند منطقة جروم ليك أريا 51 بأمريكا بيكونوا الشخصيات الأربعة الكبار موجودين بمنطقة جروم ليك بأمريكا من تحت تحكم الحكومة الأمريكية بعد ما في زومبي بس ركتوفن بيكون ميت دماغيا بيكون ألبو عم بينبط بس ما عنده روح لأنه فعليا روح ركتوفن كانت بالإيثر وبعدين ببلاك أوف ستو روح ركتوفن راحت لزومبي بعد ما ماكسس اللي انتصر فريكتوفن بيكون ما عنده روح أبدا بيكون فقط جسة بس قلبه لسه عبينبط فلي بيشوفهم هناك هو عالم أمريكي بأريا 51 كان بيشتغل بمنظمة بروكن آروز اللي هي منظمة تدرس العنصر وانون 5 وغيرها كان اسمه كورنيليا سبارنيل بيشوفهم فبيعرف ركتوفن بيعرف منهم ركتوفن لأنه ركتوفن كان على صلة مع الحكومة الأمريكية بالزمان يعني فالمهم بياخدهم وبيحطهم جوه السجن السجن اللي مشوفه بيكلاسيفايد بس يكون ركتوفن ميت دماغيا بعدين بياخدوا ركتوفن بيعدوا يعملوا عليه شوية تجارب أو أي شي هم عبيعملوا عليه تجارب بتنفتح عندهم فتحة زمنية جوه الغرفة عبيعملوا عليها تجارب وبيدخل زومبي ركتوفن يلي ماكسس حط روح ركتوفن فيه حكينا عنه بالماضي فبيجي زومبي ركتوفن بلمس ركتوفن الكبير الميت دماغيا وبيختفي وفجأة ركتوفن الميت دماغيا بيقوم نقل روحه روح ركتوفن اللي كانت بالهرم اتنقلت لعن زومبي ركتوفن وحاليا رجع له روحه رجع روحه لجسم ركتوفن دكاترة بعد هيك بيرجعوا ركتوفن للسجن اللي محموسين فيه باقي الشخصيات وبعدين بتنفتح عندهم فتحه وبجول عندهم الشخصيات اللي جاي من بلود اف the dead بياخدوهم وبيروحوا الى نيوك تاون زومبي او الفا اوميغا اللي هي احد منشئات مجموعة بروكن ارو عام الفين وخمسة وعشرين نيوك تاون زومبي اللي مشوفها بالفا اوميغا هو قبل احداث نيوك تاون زومبي اللي مشوفها ببلاك اوبس 2 نيوك تاون زومبي ببلاك اوبس 2 بتكون متدمرة بشكل كامل بسبب انفجار مفاعل نووي من احد تجارب مجموعة بروكن ارو فمشوف نيوك تاون زومبي ببلاك اوبس 2 مدمرة بشكل كامل وبنفس الوقت اللي نلعب فيه بنيوك تاون زومبي بيكونوا شخصيات منشودين على الامر بيمون وبتنطلق الصواريخ من الامر لتدمر كرة الارضية فبجيم اوفر ثبع نيوك تاون زومبي منشوف انه فيه صاروخ جاي يضرب منطقة نيوك تاون هذا الصاروخ جاي من الامر فنحنا بالفا اوميغا نجعل نيوك تاون قبل هالأحداث كيلها قبل هالأحداث كيلها قبل يصير انفجار المفاعل نووي واصلا ما مشوف فيها بشر لانه ماضيهم غير بخط زمني غير اللي صار ببلاك اوبس 2 ملاحظة بسيطة منطقة نيوك تاون زومبي بماب الفا اوميغا اسمه كامب ادوارد هي بمنطقة اريا 51 ومن احد المنشآت لمجموعة براكن اروز فاشان لا تتلخبطوا مع نيوك تاون بلاك اوبس 2 وكذا راح نسميها متل اسمه الحقيقي كامب ادوارد الشخصيات من بلود اف دا ديد راحوا لتاونها الشخصيات الكبيرة واتجهوا لكامب ادوارد مشان يحصلوا على الاليمينتال شارد باتشوية راح تعرفوا شو هو الاليمينتال شارد بس ليش اجو ليش بدهم الاليمينتال شارد لانه بعد ما نيكولاي صار القائد جديد للمجموعة لانه عنده روح وقرأ الكرونوميوم الكتاب عبيحكي له انه لازم تروح على منطقة كامب ادوارد لتاخد الاليمينتال شارد راح تحتاجه بالحرب العظمى للقضاء على دكتور مونتي الاليمينتال شارد ما هو حجر الساف الكهرباء ناس ما نكلم فكر طبع اورجنس لا قطعة جديدة ما شفناها باي ماب زومبي قبل بس شفناها بالكوميكس بالكوميكس شخصيات الترانزيت بيكونوا موجودين باحد منشآت بروكن اروز اللي كانت اشتغل فيها شخصية راسمان كانوا عبيسمعوا كلام ركتوفن هو عبيحكي لهم روحوا هون روحوا هون فبيجوا على احد منشآت بروكن اروز وبشوفوا الاليمينتال شارد موجود هناك طبعا بهديك المنشآت كان في مخلوقات غريبة اسم البايوز هاي المخلوقات نشأت من تجارب مجموعة بروكن اروز بالعنصر ون ون فايب وغير فلما كانوا هونيك ولما شغلوا الاليمينتال شارد كان مثل مخبب شي مكان فلما فعلوا بالطاقة وشين الكلام المخلوقات هاي كلها قامت من انهم تبعها البايوز وصاروا يهاجموا شخصيات ترانزيت مهما كانوا يدبحوهم شخصيات ترانزيت ضلوا يرجعوا وعيشوا يرجعوا وعيشوا على عكس الزومبي زومبي لما تدبحها خلاص بيموت البايوز كلما يموتوا يرجعوا وعيشوا لانه الاليمينتال شارد عندها طاقة غريبة نوعا ما بتخلي انه المخلوقات هاي ترجع تعيش وما في امل انها تموت بعدين شخصيات ترانزيت بيستعملوا الاليمينتال شارد ليشغلوا التليبوتر ويتنقلوا للأرض الفاضية اللي متابع سلسة الكوميكس اظن تعرف شو الأرض الفاضية هي مثل خط زمني ما فيه اي بشر ابدا ماكسست كان باني هونيك مثل منشأة ومخبي فيها كتاب الكرونوميوم وكان مأكد انه ما يعني البشر ما رح يقدروا يجوا على الارض الفاضية هاي باستعمال تليبوتر او اي شي بس باستعمال الاليمينتال شارد الشخصيات قدروا انهم يروحوا على الارض الفاضية وياخدوا كتاب الكرونوميوم بعدين يروحوا ويعطوا الاركتوفن فالالاليمينتال شارد لها ميزتين حاليا الميزة الاولى انها بترجع تعيش الناس او المخلوقات غريبة هاي ما بيموتوا بيظلوا يرجعوا يعيشوا ويرجعوا يعيشوا هاي اول شي وتاني شي عندها القدرة لتوديك لاماكن التليبوتر العادي او سامون انكي غير قادر انه يوديك عليها الاليمينتال شارد او نصف الاليمينتال شارد رح تعرفوا بعد شوي وان النص الثاني موجود جوا هرم الAPD بكامب ايدورد هرم الAPD هو نسخة مشابهة لهرم الMPD اللي موجود على القمر انشأوا الحكومة الامريكية ومجموعة بروكن اروز بعد الغزو اللي صار عليهم من سامانثا بالبنتاجون اللي هو ماب 5 بعد ما كانوا اربع رؤساء محبوسين هناك واجاهم غزو زومبي من ورا سامانثا فبعد ما عدوا الغزو وعاشوا الاربع رؤساء وكل شي تمام حاولوا يعملوا ابحاث ليتجنبوا اي هجوم مستقبلي من الزومبي من احد الابحاث هاي كان انه ينشؤوا هرم الAPD ليدرسوا ويفهموا اكتر هرم الMPD اللي موجود على القمر فحاليا استمعوا معاي هاي راديو مترجم للعربي للعالم كورنيليا سبارنيل ومساعدته العالم كورنيليا سبارنيل هو احد العلماء بمجموعة بروكن اروز اللي قاعد يشتغل بمنطقة كام ايدواردز وهو اللي سوى الAPD والتجارب هاي كلها طبعا هو نفسه العالم اللي التقى مع الشخصيات الكبيرة لما رجعوا من القمر وبعدين حطهم وصاريان عليهم تجارب هو هاد نفسه بس بيخط زمني او بعد ثاني الراجو رح يوضح لكم اهمية الألمنتل شارد فاسمعوا معاي الألمنت 115 sample we've studied before whenever we drain energy from it that energy is replaced as if it's recharging itself this ability I think it's what Maxis was looking for all those years ago I think it's the genesis code that's unlikely doctor I know how it sounds but look at the ADAMs when we charge them with regular element 115 it gave them power but when they were charged by the shard they feel and act different they feel alive Dr. Maxis spent years reanimating the dead hell the Germans made that group 935's primary purpose during the war but according to his own research that was the ceiling reanimation he could restore the body but not the mind or soul I know but he didn't have the shard if you'll let me run some tests I believe I don't think lab rats are going to cut it here I may have a candidate you can use I'll let you know when he's been delivered I'll let you know I'll let you know the A-D-A-M حكا لما نشحن الرجال الآليين بالعنصر 115 عم يشتغلوا بشكل عادي ويمشوا على حسب أوامرنا بس لما نشحنهم بالألمانت الشارج عم يشتغلوا كأنهم بشر والطاقة اللي عندهم غير طاقة اللي عم يشوفها من العنصر 115 بعدين بيرد عليها بارنيل وبيحكي لها اوكي اظن فقران التجارب اللي عندنا ياهم بالمختبر غير كافيين لندرس عليها الألمانت الشارج فراح اجب لك شخص ميت بتعملي عليه التجارب ممكن نشوف مفعول غير مفعول العنصر 115 عليه 115 لما يستعملوا على حدة ميت برجع بيعيش كزومبي فالشخص اللي رح يجيبه كورنيليا سبارنيل هو بيتر مكين بيتر مكين هو جاسوس أمريكي بعتوه على رايسينغ سن فاسيليتي اللي هي المنشأة اللي كانوا مجموعة 935 الألمانية النازية وديفجن 9 ريابانية عبي يعملوا تجارب عليها فبعتوه هناك ليتجسس عليهم ويجيب لهم شو الأشياء والتجارب اللي عبي يعملوها على أمل أنه يعني يفهموا أكتر العنصر 115 هذا الكلام بالتسعينات مو عام 2025 فالمهم عن طريق الغلط لما نطن البراشوت تابعه انشنق بالبراشوت تابعه بالغلط ومنشوفه مشنوق ببداية ماب شينونوما اللي هي رايسينغ سن فاسيليتي اللي كانوا يعملوا الأبحاث بكولف جيوتي وورد أت وورد إذا اكتبت تفاصيل قصة بيتر مكين كلها نصحك تشوف الفيديو اللي هو شرح قصة الزومبي بالكامل موجود بالوصف وكورنيليا سبارنيل هو اللي يكون بعت بيتر مكين للجسس عليهم هو اللي بيعطيه الأمر فلما مات بيحس بالزنب نوعا ما انه كان مساعد وكذا ومات فهلأ بيجب لها جسس بيتر مكين اللي يعملوا عليها التجارب على أمل ارجاعوا للحياة كإنسان طبيعي مو كزومبي موسيقى 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 رسوح س lumنا رحبا لقد ف إلا ہے موسيقى خلال الوصول أجل خلي أجل خليل موسيقى موسيقى لسا فقط ا Sever في الاست والذي ولقد لقد رضوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبيحتفظ بالنص التاني الى بدون ما يحكي لحد اشتركوا في القناة 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 وفي القناة اشتركوا في القناة وبلش يفقد مخه فصار تجي له احلام دائما انه عبيدخل جوه الاثر وعبيدحكم بالاثر نفس الشي بالضبط صار مع ركتوفن الكبير لما لمس الهرم الانبيدي على القمر فجأة جن وصار يسمع اصوات بمخه اللي هي اصوات الشادو مان وصار هدف ركتوفن الكبير انه يدخل جوه الانبيدي ويتحكم بالاثر نفس الشي بالضبط صار مع كورنيلياس بارنيل من وراء العنصر وصار هدفه يتحكم بالإيثر ويدخل جوه الهرم بصر يعمل تجارب على حاله بمساعدة الدكتورة مساعدته من وراء مجموعة بروكن أرز تجارب سرية ما كان يحكيها لحد ومن وراء هالتجارب دخل جوه الهرم وتحول للأفاقادرو أو الزومبي الكهربائي اللي هو البوست فايت بنهاية ماب ألفا أوميغا ونفس الزومبي الكهربائي اللي منشوفه بماب ترانزيت طبعا قبل ليسوي التجربة الأخيرة اللي حولته للأفاقادرو مساعده بيتر ما كان عرف عن التجارب اللي بيسويها وراح وبلغ العالم سوير اللي هو رئيس بروكن أرز فبس عرف كورنيليا سبارنيل انه بيتر ما كان راح وبلغ سوير بهالكلام راح سوى آخر تجربة اللي حولته للزومبي الأفاقادرو وبسبب هالتجربة أدى إلى موت عدد كبير من العلماء بهذه المنطقة وأدى إلى موت بيتر ما كان ووضع روحه بأحد الآليين اللي هو ADAM يونت اللي منشوفهم بالماب مشان هيك بنجيه على المنطقة ومشوفهم سكرة وما فيها إلا الآليين بس العالم سوير بيوصل بعد فترة قليلة على هالمنطقة وبيقدر انه يستحوذ على الأفاقادرو أو كورنيليا سبارنيل ويحبسه جوه الهرم هالكلام كله بالتسعينات بعد هاي الحادثة المنطقة بتتسكر وبيكون عليها تحكم بشكل كامل من الآليين ما فيها أي بشر تذكروا هالكلام كله بالتسعينات بعدين عام 2025 مجموعة بروكن أرز بيبعثوا عالمين إلا المنطقة لا يأخذوا قطعة معينة فبيدخلوا هالعالمين بيأخذوا القطعة وبيطلعوا بسلام أحد العالمين هدول هو شخصية رسمان من شخصية ترانزيت فبيأخذوا القطعة اللي بدهم إياها وبيطلعوا وبتضل المنظمة من تحكم الروبوتات بشكل كامل ووقت يطلعوا أحد الأشخاص اللي مهوس بالنظريات الغريبة والأشياء السرية اللي قادة تسويها الحكومة اسمه مارلتن أحد شخصيات ترانزيت قدر يتسلل المنطقة وفات جوادها وبعدين الروبوتات حاولوا يقتلوا إن الروبوتات محطوطين بهالمنطقة لا يحموا المنطقة من أي حد رح يحاول إنها يدخل ويحرر الأفغادرو فبيروح شخصية مارلتن بلاقي أحد الغزانات بيدخل جوادها وبيقفل عليه الباب ونشوفه بأحد خطوات حل اللغز بيعطينا قطعه بيكون متخبي وراء البواب فحاليا الألمينتال شارد أو نص الألمينتال شارد موجود جوا هرام الأي بي دي وكورنيلياس بارنيل الزومبي الكهربائي الأفغادرو موجود جوا هرام الأي بي دي فالشخصيات بس يوصلوا على كامب أدوارد أو ماب ألفا أوميغا بيبتحوا الكهرباء وبيصحوا الكمبيوتر الزكاء الاصطناعي كاشمور هالكمبيوتر كان أساسيونه مجموعة بروكن آرو لا يحميها وش من الكلام فكمبيوتر الزكاء الاصطناعي بيكون نايم لفترة جدا طويلة من بعد الحادثة اللي صارت مع بارنيل والناس اللي ماتوا وخلص أخلوا المنطقة وخلوا بسكيها روبوتات آدم من يومها سكروا الكمبيوتر الزكاء الاصطناعي بشكل كامل فالكمبيوتر بس يسحب من النوم بيتفاجأ بالشي اللي صاير بالمنطقة وانه ما فيها بشر ورشي بلاقي الشخصيات الكبيرة والصغيرة موجودين فبدو الشخصيات يأثبتوا ولائهم أو على الأقل زكائهم عن طريق مهمات معينة اللي هي خطوات حل اللغز واللي هي آخر خطوة انه نرجع نعيش شخصية بيتر مكين أو نطلع روحه فنحن بخطوات حل اللغز بنأثبت ولائنا للكمبيوتر كاشمور وبعدين بيصحي بيتر مكين وبيتر مكين بيحكي انه بيوثق فينا فبالنهاية الكمبيوتر بيفتح لنا البوابة للأي بي دي عشان ندخل ونأخد الألمينتل شارد بس لازم نواجه الأفغادرو أو كورنيليا سبارنيل يلي هو جوه الهرم كمان قبل لنأخد الألمينتل شارد طيب بس ليش نحتاج الألمينتل شارد ببداية الفيديو شفنا فائدتين للألمينتل شارد من وراء الكوميك أول شي انه فينا ترجع تعيش آآ البايوز اللي هما الشبيهين الزومبي بتضل تعيشهم مهما ماتوا برجعوا بعيشوا ما لا نهاية ما في طريقة انهم يموتوا طالما انهم مشحونين الألمينتل شارد بعدين بالماب هلا من الراديوهات شفنا انه الألمينتل شارد ترجع تعيش الموتة وترجعهم كمثل ما كانوا ما ترجعهم كزومبي ترجع تعيشهم بوعيهم الكامل بس ما اظننا رح نحتاجها لنعايش حد مين في حد ميت بقصة الزومبي ونبي نرجع لنعايشها حاليا ما فيه يعني الكلم موجود وسبب الثالث او الفائدة الثالثة اللي شفناه للألمينتل شارد انه بالكوميك ساعدت الشخصيات انه يعملوا تليبوتر للأرض الفاضية وماكسس كان مأكد انه ما حدا يقدر يدخل على الارض الفاضية ما حدا يقدر يعمل تليبوتر للأرض الفاضية هي ما فيها اي بشر بس الشخصيات باستعمال قدروا يروح على الارض الفاضية فممكن حاليا رح نستعمل لنعمل تليبوتر لمكان ما كان فينا نروح عليه الا باستعمال ما فينا نروح عليه باستعمال مكان جدا صعب باستعمال التليبوتر العادي وهل مكان ممكن يكون المعركة العظمى لانه منشوف سمان ثاب كثين حلال لغز تحكيلنا هالروح على المعركة العظمى بعد ما أتلنا الأفغادرو أو عفوا لم أتلنا بعد ما رجعنا الكورنيليا سبارنيل أو الأفغادرو على الهرم نعمله تليبورت لمحطة بروكن آرلز بترانزيت مشان هيك منشوفه موجود عنا بترانزيت المهم بعد هيك مناخد لإلمنت الشارد ومنشوف كاتسيني النهاي ومنشوف انه ماكتس عبيكلم الشخصيات بالراديو ويحكي لهم اتأخرتو دكتور مونتي بيعرف بكل شي بيعرف انه الشخصيات كسروا الدائرة اللي هو عملها لهم ويحكي لدينا ما يأتينا المترجمات المترجمات حكرا لنا لا انه مستعد ماكسيس أعرف ما تفعله اعرف ما تفعله اعرف ما تفعله من أنه تعرف؟ أعرف ما تفعله ما الذي تفعله يا نيكولاي؟ أنت تفعله ما عنده القوة الخرافية اللي فينو يعرف كل شيء بكل مكان هو الدائرة اللي عبي يعملها للشخصيات اللي بيخليهم يعيدوا الوقت ويعيدوا الوقت تعطيه قوة الاله أنه هو عنده التحكم بأقارثة بشكل كامل عنده التحكم بالأبعاد الثانية بشكل خفيف بس بأقارثة البعد اللي هو موجود فيه اللي هو ما بربريشن عنده التحكم فيه بشكل كامل وهو بيضل يخلي الشخصيات لا يصير عنده قوة الاله هيل فدكتور مونتي عارب أن الشخصيات كسروا الدائرة لأنه ما وصلتوا أي أرواح المفروض حاليا يكونوا شخصيات بغورد كروفي مو حاليا مفروض من قبل من وقت بلود أفذ ديد على هداك الوقت لازم الشخصيات يكونوا بغورد كروفي وبعدهولوا الأرواح وإلى الآن ما وصلوا أي شيء وكمان دكتور مونتي لما يكونوا الشخصيات بالدائرة بيعرف الشيء هو اللي بيساعد الشخصيات بالدائرة هو اللي بيعطيهم البركات الماكس آمو صندوق الأسلحة فلما طلعوا الشخصيات من الدائرة حسب هالشيء وماكسيس عرف أنه دكتور مونتي عرف هالشيء فراح جاب الأطفال اللي هما ركتوفل الصغير وسمانثة وشلحت لكم بداية الفيديو ليش موجودين هدول بالبيت ووداهم على التليبوتر ونقلهم إلى كامب ايدورد اللي هو ماب ألفا اوميغا لعند الشخصيات وشفنا سمانثة مع عصبة وصوت هالشيء الخرافي نحن نرجع بعض شوي لموضوع سمانثة خلنا الحين نتكلم عن دكتور مونتي شوي ليش دكتور مونتي شرير ليش دكتور مونتي أكل ماكسيس وليش الشخصيات عاب يعملوا هالشيء لا يقضوا عليه نعرف بالقصة انو دكتور مونتي هو الكويس وشادو مان هو الشرير دكتور مونتي طول هالوقت كان عاب يخدع الشخصيات ويتلاعب فيهم كان خليهم يسوي الخطة تبعه انو يقتلوا شخصيات كبيرة ويبعتوا ارواحهم للبيت كل هالشيء مشان يكون عنده سيطرة عليهم لما نبعت الارواح على البيت ايه صحيح الارواح رح تروح على البيت كشكل اطفال الاطفال رح يكبروا بالبيت وما يصير لهم اي مشكلة وبعد دكتور مونتي اللي هو بعد اقارثا اللي هو منشوفه بعد حل اللغز بما بربليشن ما رح يكون فيه اي مشاكل ورح يمشي فيه كل شي تمام بس كل الابعاد الثانية بكل العوالم الثانية رح تظل ممزقة فيها زومبي الناس عم تموت فيها ارواح عم تتعذب فيها الدايرة عم تظل تنعاد وناسها بيضلوا يتعذب ويتعذب ويموت ويتحولوا زومبي ويترجع تنعاد الدايرة كل هالشيء مشان بعد دكتور مونتي اقارثا يكون ما فيه اي مشاكل كويس ومشان هو يكون القائد عليه او الاله عليه ويكون هو المسيطر بكل شيء يجب ان تتعذب المال يجب ان تتعذب المال يجب ان تتعذب المال تتعذب ان تقلتها ستتتعذب لتتريب ان تتعذب اتعذب في الناس مع المباشر ستتعذب الناس و فالتحول الان اقام من الراديو عرفنا انه دكتور مونتي لو يبي فينا يحل هالأمور كلها فينا يحل الأمور الدائرة الأبعاد كلها تتصلح وما يكون فيه أي مشاكل بس هذا الشي رح يؤدي على قضاء الإيثر هذا الشي رح يؤدي الى اختفاء الإيثر بشكل كامل من العوالم وصير العوالم تمشي بشكل طبيعي واختفاء الإيثر معناته رح تختفي أغارثا أغارثا والإيثر حسب ما عم نفهم من جديد انهم شي واحد وجود أغارثا اللي هو عالم دكتور مونتي الكويس اللي ما فيه أي مشكلة مرتبط مع وجود الإيثر ومرتبط بشكل جدا كبير ببقاء الإيثر فبدون الإيثر وبدون أغارثا العنصر 115 رح يختفي من العوالم كلها وكل شي يرجع كوضعه الطبيعي كبشر بدون زومبي بدون سفر عبر الزمن العنصر 115 رح يختفي من الوجود هو العنصر 115 اللي بيأدي لوجود الزومبي وبيأدي لأن العلماء يستعملوا ليسافروا عبر الزمن ويتنقلوا بين الأبعاد ومع اختفاء الإيثر وأغارثا من العوالم هذا الشي رح يؤدي إلى اختفاء دكتور مونتي من الوجود لنحسب ما فهمنا أنه وجود دكتور مونتي والغيتكيبرز والشادو مان والأبوثيكن كل هالشي مرتبط بوجود الإيثر وأغارثا وهذا راديو من ماكسس بيأكد هالكلام أعتقد أنني لم أتفكي لم يتحرك دكتور مونتي لن تتحرك إليمت 1.5 الاثر يتحرك بشكل مرتبط بأغارثا إنهم يتحدثون بشكل مختلف أغارثا المكان المطاقية يتحرك بشكل مرتبط ومتحرك بأغارثا من هذا يمكننا أن نتحرك بأنه لا يمكنك تتحرك الاثر إلا أن أغارثا يكون تتحرك بأغارثا الآن الآن تتحرك بشكل مرتبط في حتماً بعدم لا تكون مرتبط بأغارثا مرتبط بأغارثا يعني إنه تدافع تقدمت بأغارثا بإستخدام إنه تهربط بأغارثا إلا أني تتحرك بأغارثا إلا تضبط بأغارثا بإستخدام بإستخدام بإمكاني مفترة على ربع الدوله نتحدث — ! ناااااااااااااااااااااااااا صاندتيا تبا يا جوهر انت الاني ليلو اشتركوا في القناة من وين اجت لها كلها الطاقة الخرافية سمانثا دائما في قصة الزومبي في شي غريب حواليها كأنه عندها طاقة معينة بس مو قاعدين نشوفها الزومبي من بلاكوبس 1 ونص بلاكوبس 2 دائما لما يضربونا بيحكوا سام ممكن محد يقول ايه لانه كان هي دي تتحكم بالزومبي فشانيك يقولوا سام طيب لما ركتوفين كان يتحكم بالزومبي ليش الزومبي ما كانوا يقولوا ركتوفين ولا لما الزومبي يكون عيونهم حمرة ويكون شادو مان يتحكم فيهم ليش ما بيحكوا ايش عن شادو مان بس لما ركتوفين تحكم فيهم بيحكوا سام هاي اول شي تاني شي ماكسس دائما اهم شي عنده مساعدة سامانثا كل شي كان يسوي بلاكوبس 2 لما نمشي معه بخطوات اللغز وما نمشي مع ركتوفين كل هالشي مشان يلتقي مع بنته سامانثا بعدين كل شي عبي يسوي بعدين كان كله مشان يخلي بنته تغيش ببعد ما فيه اي مشاكل فماكسس بيعرف انه بنته اول شي بيحب بنته فطبعا كل واحد هيسوي هاي الشي لبنته بس كمان ماكسس بيعرف انه بنته فيها نوعا ما طاقة معينة ما حد بيعرف فيها ودكتور مونتي دائما اول شي ببداية الساكل بياخد سامانثا على البيت قبل روح ركتوفين صغيرة قبل اي شخصيات صغيرة اول شي بده اياها سامانثا وبيقول انه بينظف روحها وبيحطها بالبيت بس ممكن دكتور مونتي اللي بيسوي لما ياخد سامانثا هو انه يستحوذ على طاقتها الداخلية اللي ماحد بيعرف عنها مشان بيعرف انه ممكن تكون خطر له بالمستقبل وبيخليها باقارثة تحت سيطرته لانه شفناها اول ما طلعت من اقارثة اول ما طلعت من البيت ولتأت مع الشخصيات الاتمانة طلعت كل طاقتها بعد ما شافت ابوها ميت للمرة الثانية سامانثا هي شافت ابوها قاعد يموت للمرة الثانية قدامها اول مرة بيمون بعد ما كان دخلت جو الهرم ابوها انتحر قدامها وهون تاني مرة بعد ما لتأت مع ابوها مرة تانية وكان كل شيء عم تسوي لها تلتقي مع أبوها من أول وجديد شافت دكتور مونتي قاعد يأكل أبوها قدامها فطلعت كل طاقتها الدخيلة اللي إلى الآن ما منعرش شو هي وشفناها كمان بكاتسين بداية طبعا ما بألفة أوميغا كان قدامها وحش الأبوثيكين وطلعت شيء من إيديها وقطعت الوحش لنصين فأظن سمانثة خطر جدا كبير على دكتور مونتي مشان هيك دكتور مونتي دائما بده سمانثة تكون عنده بالبيت لا يستحوذ على طاقتها لأنه يعرف أنه عندها قوة معينة فحاليا ألتمس برمس سمانثة وركتوف اللي صغير رح يروحوا على حرب العظمى مثل ما قالت سمانثة ورح يعملوا شيء هناك يحاولوا فيه أنهم يغيروا التاريخ بشكل أنه البشر ما يكتشفوا العنصر ون ون فايف أصلا أو يخفوا العنصر ون ون فايف بالحرب العظمى بشكل أنه ما يوصل للبشر بالمستقبل وبالتالي ما يكون في أي مكان للعنصر ون ون فايف بالعالم بعدين حكيت رح نروح على البيت عن كلهم أصلا أنه بعد ذلك رح نروح على البيت لعن دكتور مونتي ونقتله وبالتالي نمحي الإيثر وأقارثة من الوجود لمنع احتمالية عودة العنصر ون 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 فايف مرة تانية للأرض أو الأبعاد وبالتالي ترجع المشاكل كلها من أول وجديد ملاحظة صغيرة ممكن حد يقول طيب بشار إذا الشخصيات لما يكسروا الدائرة رح يدمروا إيثر والأقارثة وبالتالي يمحوا دكتور مونتي والشادو مان والأبوثكين من الوجود ليش شادو مان بده يكسر الدائرة؟ ليش شادو مان بيبلود ذا دد؟ اسمنا الراديوهات أنه هو كان المخطط لكسر الدائرة لأنه هدف الشخصيات بعد كسر الدائرة هو أنه محي الإيثر وأقارثة من الوجود وبالتالي مسح الشادو مان والجيت كيبر والأبوثكين كلهم من الوجود وباقي العوالم تعيش بسلام بدون العنصر ون ون فايف شادو مان ما هدفه أنه يمحي الإيثر شادو مان هدفه ياخد مكان دكتور مونتي ويتحكم بأقارثة ويكون عنده قوة إله عالم الزومبي بدال دكتور مونتي لأنه شادو مان دائما بريفليشن بنهاية الدائرة بيطلع بأقارثة بيحاول يستولي عليها وآخر شيء بيخسر هاي دائما هالشيء بيصير معاه وبالمعركة العظمى دائما بيخسر فشادو مان أمله بكسران الدائرة أنه يستولي على أقارثة آخر شيء ويصير هو المتحكم بدال دكتور مونتي مو هدفه أنه يمحي إيثر والأقارثة نفس ما الشخصيات اللي بدهم ياه فإنه صحيح الشخصيات بدهم يكسروا الدائرة وشادو مان بيكسروا الدائرة بس كل مين عنده هدف بالأخير غير الثاني بعد ما ألتمس وبروميس والأطفال غادروا من ألفا أوميغا أو كامب إدوارد الحكومة الأمريكية بتبعت السي دي سي والسي آي اي لا يستحوذوا على الزومبي بهديك المنطقة وبنفس هذا الوقت بيجي صاروخ من القمر اللي هو أحد صواريخ ماكسس وبتدمر كل الأرضية اللي كل بيموت على هديك المنطقة إلا شخصية مارلتن يلي متخبي تحت بالبنكر بعدين بيطلع شخصية مارلتن وبلتي مع باقي شخصيات ترانزيت وبيجتمعوا بترانزيت وهنيك بيقاتلوا الأفاقادرو أو الزومبي الكهربائي يلي نقلناه نحن على ترانزيت بس النسخة الضعيفة منه وبأحداث بلاكوبس 2 بتصير بعدين كلها هناك فياي شباب هالبداليوم أتمنى أن أكون أعجبكم أتمنى أن نهاية الفيديو لا تنسوا تلاعمل الفيديو بزر اللايك والله جدا تعبني الفيديو مشتاركونا بالتعليقات شو متوقعين يصير آخر ماب وإذا شفت دعم حلو على هالفيديو إن شاء الله رححمل مقطعين كمان عن ركتوفن الصغير اللي معها نبيب الدم من هذا بالضبط وعن قوة سمانثة أتكلم عنها بتفاصيل أكتر وإيه بس كانوا لكم شاركي يالب شاركي كيش كم ديها التاني إن شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة